مدينة المحسن هي إحدى أهم مدن دير الزور على الإطلاق تقع من الجهة الشامية على نهر الفرات أو الشاميات تعرضت اليوم لقصف حربي من القوات الحكومية ذهب ضحيتها أكثر من 30 قتيل وجريح بينهم 5 جثث متفحمة بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية لها وسيطرتهم عليها فما القصة في حديث يقول أنه أخذوها باتفاق لا بقوة السلاح لا بمواجهات إلى ما هناك محسن كما يعرفها الديرية على تخوم مطار دير الزور هي القرية القوية المعروفة يسكنها حوالي 30 إلى 25 ألف نسمة أهلها معروفين على فكرة من المجتمع المثقف الواعي المعروف في الشرق السوري معنى أن تصبح بإيد الدولة الإسلامية يعني يقدر يوصلوا للميادين بسهولة وبالتالي يتم حصار الشحيل من الطرفين على فكرة الجيش الحر المتواجد في منطقة المحسن منطقة المحسن التي كانوا فيها التزموا الحياد في قتال فصائل مجلس شورى المجاهدين ضد تنظيم الدولة قامت بطرد جميع مقاتلين مجلس شورى من هذه المنطقة الأمر الذي عرض المنطقة لحصار من ثلاث جهات متصارعة قوات النظام من مطار دير الزور غربا فصائل مجلس شورى المجاهدين شرقا في الميادين وتنظيم الدولة الإسلامية على الضفة المقابلة من نهر الفورات التي سيطرت عليه اليوم وعلى قضاء القائم على فكرة في العراق هي مدينة حدودية بإمكانك لو رحتها من طريق دير الزور للبوكمة للقائم إذا رحت للقائم تروحها ماشي القائم من الجهة العراقية أقصد يعني تشوفها أنت لو وقفت أنت على معبر الحدود تمشيها ماشي حوالي شيء 3 إلى 4 كم حديفة الجواش صحفي بشبكة سوري مباشر ذكر أنه التنظيم سيطر على تنظيم الدولة ظهر اليوم على مساحات واسعة من الضفة الجنوبية للنهر الفورات في ريف دير الزور الشرقية ذلك بعد اتفاق مع قادة الجيش الحر في المنطقة على دخول التنظيم للمنطقة بدون إراقة دم المحسن وبلدتي البعمر والبوليل في الريف الشرقي تمكن التنظيم من وضع قدم له في الضفة الشمالية للنهر الفورات وذلك بعد اتفاق مع كبار قادة وضباط الجيش الحر الذي يسيطر على المنطقة على أن يدخل التنظيم إلى المنطقة بدون إراقة دم وتأمين سلامة قادة الجيش الحر في المنطقة حيث كان التنظيم قد أصدر في وقت سابق بيانا يقضي بتكفير ووجوب قتل جميع القادة الثوريين والضباط المتواجدين في منطقة المحسنة وما حولها اللي صار أنه العميد منير المطر قائد المجلس العسكري في دير الزور تم إعدامه الوفد المفاوض أنه تنظيم الدولة استخدم السلوب الترهيب للضغط على الوفد المفاوض أعدم أربعة قادة من الجيش الحر مما رفضوا اللجوء إلى المفاوضات مع التنظيم بعد اختطافهم يوم أمس الأربعة أو أربعة أيام قام عناصر التنظيم باختطاف ياسر المطلق قائد تجمع الحمزة لأي زرير الملازم حسن الحافظ عضو غرفة عمليات المطار مثائر الحماد قائد كتيبة أحفاد عائشة ثم قاموا بتصفيتهم على الفور وألقوا وجوثتهم جانب نهر الفرات بحكم أنهم مرتدين وصحوات إلى ما هناك بكل أحوال سنتكلم هذا الموضوع مع الدكتور خالد صالح ابن من الشرق السوري سيد خالد دكتور خالد أنت من وين من الشرق السوري من الميادين من الميادين الآن الميادين قريبة من المحسن نعم كم يبقى عنها أربعين كيلو متسرف شو يعني سيطرت التنظيم الدولة على المحسن الحقيقة أخي أهمل الشرق السوري بشكل كامل وكما أشرت في القسم الأول وضع الشرق السوري بين فكي كماشة بين النظام وبين الأنظمة المتصارعة يعني نحن في الشرق السوري شعب يعرض للفقر ويعرض للقتل منذ عادة النظام وإلى الآن الجيش الحر خرج بشكل جيد وحرر 82% من مساحة دير الزور وهذا إنجاز كبير ولكن لم تدعم الشرق السوري حتى عندما أتى الإتلاف إلى لندن سأوجهنا هذا السؤال للسيد أحمد الجربة لماذا لا تدعم منطقة دير الزور بشكل فعلي بقي المطار طلبنا مساندة كبيرة من الإتلاف من كل جهة تريد الدعم لنا ولم يدعمنا أحد هي إمكانيات متواضعة إمكانيات المنطقة الشرقية التي حررت القسم الأكبر من محافظة دير الزور ولكن أدخلت قضية داعش بخلافات عشائرية أنا أسميها هناك بعض العشائر انضمت إلى داعش هي من باب الثأر فيما بينها وبين بعض واستغلت داعش هذا الأمر ودخلت في تغلغلت في القسمة يليس حبا في معاوية كرهن بيزيل نعم هذا ما أتصوره أنا والقضية التي حصلت في محسن محسن هي تعتبر القلعة الأولى مقابيل المطار وأقول لك نحن نقول أن محسن موسك الصغرى بما فيها من مثقفين وبما فيها من رجال أشاوز وهي قدمت كثير من التضحيات في الثورة السورية الحقيقة أن داعش الآن هي تسيطر وأنت كما أشرت في البداية هي صاحبة مشروع كما النظام عنده مشروع يتعامل مع الشياطين هم عندهم مشروع يريدون تحقيقه نحن علينا في المنطقة الشرقية أن نسوي الأمور بطريقة صحيحة لأن المستفيد الأول والأخير من هذا الخلاف هو النظام وكانت منطقة المطار كانت أن تسقط عدة مرات لو وجد دعم بسيط لحررت نحن نقطع شغلة بالمحسن الذي صار هل هو قوة التنظيم سيطرت عليه ولا عدم لأنهم وقفوا على الحياد فلا نالوا كما قالوا عنب بلح الشام ولا عنب اليمن لما نقاتل في المحسن لأن هناك كتائب التزمة للحياد لا قاتلت الدولة الإسلامية ولا نضمت لجيش شورى المجاهدين هل صار هناك اتفاق لا تسليم حقنا للدم ولا كيف نريد أن نفهم سيد الكريم المعلومات المحسن والمناطق هذه من الميادين إلى المحسن كلها تقاتل النظام في منطقة المطار لو جزء الجيش الحر إلى جزئين يقاتل قسم داعش وقسم النظام فاز النظام في هذا القضية القتال مع داعش يتطلب كثير من الشهداء وكثير من المقاتلين أنا أتصور أن الجيش الحر تعامل بحكمة ليجد حلا لكي لا يساهم الدولة السامية قوية في الديار وفي الشرق أنا قلت لك أن بعض التحالفات العشائرية وأنا على الطلاع من أبناء السوريين من أبناء السوريين مثل قبيل تلب كير مثل قبيل تلب عز الدين هؤلاء انضموا من باب الجكر في مدينة شحيل في قرية شحيل هم بينهم حالات ثأر عشائرية شحيل من يسيطر عليها الآن؟ هم يسيطرون عليها الجبهة النصرة لكن هناك قضايا قبلية هي التي دعمت وجود داعش في هذه المنطقة لا يتأثر الخلاف الآن في الشرق السوري الشرق السوري الآن هو مع امتداد الشرق العراقي الآن من الممكن أن نستطروا على القائم الآن تعرف أنه نستطروا على القائم قائم أنت تعرف قريبة من البوكمال خمسة كيلو متر ومثل انت زرت مع برقائم مع برقائم طبعا هو مغلق يعني ما في ما في تواصل السلطات العراقية أغلقتهم منذ سنة و سنتين مش عارف ليش لكن الآن هذا يعني بأنه هناك معدات ثقيلة مدافع هون سيارات عتاد من جيش المالكي سيطرت عليه الدولة الإسلامية هذا يعني أنه خنقدر الزور أو سيطرة التنظيم عليها قابق أو أدنى أو لا لا أخي قبيلة العقيدات أكبر قبيلة في سوريا وأنا أقول لك لو اتفقت عشرة العقيدات بشكل مضبوط لا تخترقها لا داعش ولا غير داعش كيف يعني ما فهمت أنه العقيدات الآن مع من العقيدات انقسموا قسمين أنا مطلع لهذا الأمر وهذا الانقسام استفادت منه داعش بسبب قضايا عشائرية وبسبب النفط الذي لم يجرب لنا إلا الويلات لأن بعض رؤساء القبائل مستولي على كثير من أمور النفط ويبيع ويشتري والقضية الشعب السوري الموجود في دير الزور لا يستفيل من هذه القضية كما سرق النظام النفط رؤساء القبائل هم الآن يتعاملون في هذه القضية بطريقة سلبية القضية قضية داعش استفادت من الخلافات العشائرية وإلا قلت لك النظام لم يدهور نفسه في الدخول في محافظة دير الزور ويعرف أن القتال هناك عنيف وأنه لا يستطيع يخترق خرى محافظة دير الزور أبداً لأن القرابة العشائرية بين الناس هي التي تمنعهم الآن طالما أنهم سيطروا على المحسن هل هذا يعني بأنه مطار دير الزور قاب قوسين أم لا سيصير فيه مثل الفرقة 17 هو الآن أنا أقول لك سؤل أحد قادة داعش في مدينة الثورة أنه لماذا لا تهاجمون المطار في مدينة الثورة قال لا يأتينا ضرر من المطار وعندما يأتينا ضرر من المطار سوف نهاجم المطار في مدينة الثورة لكن اليوم قصف الطبقة قصف المحسن قصف ما خلس شيء هنا يأتي السؤال هل هم على اتصال مع النظام داعش وهناك قتال داخلي ويريدون أن يطفؤوا جدوة الثورة من جيش الحر أم أنه حقيقة أن داعش ليست لا اتفاق مع النظام والنظام بدأ يهاجم داعش خوفا منها طرف المجلس الشورة المجاهدين والنصرة وغيرها من كتاب جيش الحر هيئة الأركان في المعارضة المسلحة ليس دائما جربة بيحكي بيقول نحن طهرنا الشمال السوري من دولة الإسلامية الآن الشرق السوري أيضا سنطهره وأنا شايف الشرق السوري سلامتك لأن خلال أسبوع أو أسبوعين يبدو سلامتك والله إن شاء الله ما يحصل سلامتك بإذن الله بإذن الله يعود الحق لأصحابه نحن نريد من أصحاب الموجودين حتى من داعش نحن لو دعم لو أتينا إلى الحقاق وعاد الناس إلى رشدهم المنطقة تعود إلى سلميتها والمهاجمة فقط تكون ضد النظام لكن النظام يا أخي عنده طرق عجيبة لإدخال الفتن بين القبائل ولا زالت له صلاة مع بعض القبائل ونجح أنا أقول لك إلى حد ما بإدخال هذه القضية إلى منعطف خطير طيب الآن سيد خالد دكتور خالد الصالح الشرق السوري عموما الآن عبار النفط هل هذه معركة السيطرات وهذا هي للنفوذ للقوة ولا هي معركة نفط ونفوذ وفلوس لا لا عندما أتهيت إلى لأن يقود رئاسة الوزراء قلت له في الاجتماع الذي اجتمع معه مع وجهاء من المنطقة الشرقية وكنت أنا أحدهم قلت له أنكم لو تعاملت نعم قلت له لو تعاملت بشكل حقيقي ونظيف وسيطرتم على منابع النفط وبعثتم قوة من الجيش الحر لنفعتم الثورة السورية وسوف تكون نتاج تحرير السورية بأكمله ولكن أهمي للموضوع وترك لقادة القبائل أحكي لك شغالي بعدما أجل هيتو سألت أحمد طمع على هذه القناة قلت له كيف ستأخذون أبار البترول أبار النفط تعرف أبار البترول بتورد للحكومة على الأقل 100 مليون دولار بالشهر يعني ما يحتاجون يعني لا يروحوا يشهدوا من القطريين ولا يشهدوا من السعوديين ولا غيرها من تلك الدول فقال لي لا سنأخذها بالحوار قلت له مين هذا عنده بين رفض يعطيكها بالحوار يا حبيبي فما في أحد فالي ثبت أنه لا في حوار ولا في كله سلاح لا لا عندما طلبنا منه بنقطة من الأستاذ هيتو أيام زمان قلت له أنك لو قنعت رؤساء القبائل وقلت لهم هذه محاصصة نعطيكم نسبة 7% قلت له شكان سورية 7% والصادرات تذهب من محافظة دير الزور بمستوى 30% إلى سوريا أعطونا 7% نوزعها للناس لكي نرضى الناس هل النفط اللعبين باعوا وين عبروح أبو سعدون والله أنا أقول أنه يذهب إلى النظام أن المبايع تقوم مع النظام كيف يعني ببيع النفط كيف يروح أنا أقول لك لا يذهب إلا إلى النظام يشتريه بسعر بخص ولمبادلات تقوم كم عدد المقاتلين الذين يحملون سلاحا في الشرق السوري كلهم مقاتلين يعني في عندك شمائة ألف واحد لو أتيح لهم لكن لا يوجد سلاح العالم يتآمر على هذه القضية لا توجد مضادات طيران ولا يوجد سلاح في المنطقة الشرق بس الآن على فكرة بعدما صار في البغداد وصار فيه أنه مبارحة قنوات غربية تتكلم أنه دولة الإسلامية صار عندها مضادات طيران صار عندها سلاح كبير ضخم جدا إذا أمريكا بدأت دعم الجيش الحر أو القوى المعتدلة خلينا نسمي لازم تبعاد له F-16 وB-52 لحتى يوازنوا ما بينهم ما بين الدولة الإسلامية والله لا أتصور يلزم هذا الأمر ولكن لم يدعم الجيش الحر بشكل حقيقي العالم كله تآمر على القضية السورية مع الأسف شكرا تزيل لك دكتور خالد صالح المعارض والكاتب عفو مشكة الدكتور طبيب بشري حضرتك نعم نعم هو كل سياسي كل مواطن سوري سياسي حتى يثبت العكس شكرا نزيل لك دكتور خالد صالح انتهت هذه الحلقة نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة دمتم الله يراكم إلى اللقاء